طيب خلوني يبتدي مع اسكندر ايه البتاع اللي انتو عاملينه ده اسكندر اول حاجة احنا عايزين نشرح اللي هو تحليل ايه تحليل مزرعية ان فيه ان التحليل ده مش معروف الثقافة بتاعته مش موجودة تحليل اسمه تحليل مزرعة تحليل مزرع البكتيريا طيب هل هو ده يعني مايش خدني من راحة كده عشان انا بنوبة عن الناس القاعدة دي اللي هي مش ملهاش قوي يعني حاجات علمية دلوقتي ده لما بيكون الانسان عنده مثلا دور برد او حاجة زي كده مش عارفيني عالجوب ايه مثلا دور برد بفيروس هو لو دور برد باعراض مختلفة او اعراض مستمرة يعني ايوة الحمى السبتسامي اللي هي تسمم الدم كويس طبعا اللي هو الوجع في البطن بقى اللي هو اي صديد جروح اقرحات اه مش عارفين سببها ايه اي حاجات وشكين انها بكتيريا او شكين انها بكتيريا يعني بيكون شكين انها بكتيريا ماشي دي احنا بنعمل لها تحليل اسم تحليل مزارع البكتيريا عشان نعرف فعالية المضاد الحيوي المناسب مع المريض ايه ثانية واحدة عشان دكتور يعقوب عايز اقول حاجة دكتور ابراهيم عايز اقول حاجة هي اي حاجة عموما فيها عدوى بكتيرية طبعا العدوى البكتيرية ممكن تصيب مثلا الجهاز التنفسي يعني او ممكن تصيب الدم وتعمل سبتسامي انا شغل كتير كان مع كورونا يعني الفترة اللي فاتت اه الفكرة في البرد او في فيروس زي فيروس كورونا او كده ان الفيروس نفسه مش اللي احنا بنشتعل عليه اي عدوى فيروسية بتيجي على الجسم بتعمل حاجة اسمها او البكتيريا المستغلة اللي هي مثلا لما منعت المريض تضعف تبتيت تخش في المناطق اللي بيصيب فيها الفيروس وتبتيت تعمل حاجات زي الالتهاب الرقوي او الكلام ده اه وبتعمل حاجات تانية زي السبتسامية فيه برضو الالتهابات بتحسن ايه السبتسامية دي السبتسامية هي الالتهاب يعني البكتيريا اللي بتصيب الدم كويس لكن البكتيريا دي انواع اه بالزبط فاحنا محتاجين نعمل المزرعة دي عشان نعرف انه نوع وبالتالي نعرف انه نوع من العلاج لا احنا بنحتاج نعمل المزرعة عشان زي ما حضرتك قلت بفعلا نعرف انه نوع وبالاضافة لكده بنشوف بنتست المضادات الحيوية اللي ممكن تكون مناسبة للبكتيريا او تدفها اه اللي بتشتغل عليها لان ممكن يكون نفس نوع البكتيريا اللي أكتر من مريض بس مضادات الحيوية بتختلف من dzięki على نفس نوع البكتيريا آه يعني احنا بناخد العينة من من على حسب مكان the silicone يعني نمثلا لو عدوة تنفسية بيتاخد مسحة لو عدوة الجهاز باولي بيتاخد عين البول لو عدوة في الدم بيتاخد عين الدم هو عدوة الجهاز هضمي الجهاز هضمي وعين العين براس وتبقى بتاعة الشخص ده عشان نشوف أكتر المضادات الحيوية يعني ممكن شخصين يكون عندهم نفس نوع البكتيريا بس ده المضاد الحيوى معين فعلنا عنده وده مضاد الحيوى تاني خالص طيب محمد لو أنا عملت المزرعة دي في الأحوال العادية قبل ما انتم تعملوا الجهاز العظيم في الأحوال العادية بتتعمل من 5 إلى 10 أيام بتطلع نتيجة من 5 إلى 10 أيام يعني ممكن المريض ينتظر 10 أيام 10 أيام وغير ياريت 10 أيام وتطلع صح في 10 أيام وساعات بتطلع معهم النتائج من لغبطة شوي ليه بقى؟ لاني التحليل ده بيعد على مراحل كتيرة جدا في طبعا وارد جدا الأخطاء من المعمل غير كده كمان أغلبية اللي بيتخذ منهم معين الدم بيبقوا محجوزين يا إما عناية يا إما حضنات أطفال يعني ممكن ما يستحملوش العشر أيام ما يستحملوش طبعا العشر أيام أغلبيتهم عدد الوفيات بالذات في الحضنات والعناية زيادة أوي بسبب أن التحليل ده بيتأخر فالبكتيريا عملت زيد في الدم وممكن يحصل قدر الله وفايا بسرعة طبعا طبعا إسكندر أنت بديت الحكاية بس أنا عبيت إن إحنا كلنا نتكلم كمل بقى إنتوا إيه اللي فكركم يعني إيه اللي جاب لكم فكرة إنه ده كتير قوي ومتأخر قوي وعايزين نجد له حل أسرع هو اللي بدأ الفريق كانوا بدايته في 2019 بس إحنا فكرنا في المشكلة دي من 2018 بس أنا كنت انضمت للفريق بعد كده فاللي بدأ الفريق كان الدكتور إبراهيم والدكتور أحمد عادل والدكتور محمد أكرم والدكتور إزياد وأستاذ إزياد كانوا بدئين المشروع ده الأول إنه كان بيأخذ إنهم قابلوا يعني ناس تابعنا في الكرة مثلا من الكلام ده أكتر ناس بيتواجه الموضوع ده مشكلة مشكلة بسبب إن الدكتور مش عايز مثلا عايز يدي موضوع تحقيقه فبيدي أعلى حاجة فممكن يؤثر بالسلب مش عايز يعمل تحليم مزرعة والتحليم مزرعة عشان موجهد فالمعامل أغلبية المعامل بتعملهوش يعني أغلبية المعامل ما بتشتغلوش عشان عامل تحليم مزرعة لازم أسافر يعني أنت ممكن ما تلاقيش جنبك معمل لو أنت في قرية مثلا هو كله شغال لاب تلاب اه ايه لاب تلاب يعني التحليل يجي لي أبعته للمعمل الكبير اللي هو عنده الأجهزة والإمكانيات اللي ده يعمل التحليل احنا أصلاً احنا بدأنا أصلاً الفكرة جات لنا من 2018 اه كنا في مؤتمر تبع جامعة مصر العام والتكنولوجيا كان في محاضرة بتتكلم عن المضادات الحيوية قد إيه مخاطر المضادات الحيوية كان من ضمنهم كانت وبيقولوا أن في 2050 أني هتحصل ما فيش ولا مضادة حيوية هيجيب نتيجة هيجيب نتيجة احنا عندنا مشاكل والوزارة بتوقت تحذر ان هي مش أي حد من نفسه كده وحتى الأطباء مش أول حاجة تروح كاتب مضادة حيوه بالذات في الساف اه وبدأناها بعدها قلنا لازم نشوف يعني نبدأ بقى ندور ونبدأ نبحث وجمعنا التيم بتاعنا طبعاً بعدها أستاذ إسكندر نضم معنا اه طبعاً احنا بدأنا بعدها في 2019 كنا بدأنا تطلعنا نتائج رحنا بيجي مؤتمر العامي للسعادلة خدنا بيجي مؤتمر لا سنة نشوف النتائج إيه اللي طلعتها قولي إسكندر كامر هو كانت النتائج عبارة عن المادة بتسرع اللي هو مش بتسرع التحليل بتسرع ظهور النتيجة مش بتسرع نمو البكتيريا بس هي مشكلة لها أنا ما كانتش بتشتغل مع كل الفصائل يعني اكتشفنا ده مع التجارة المادة دي مادة علمية مادة كبيرية اه دي مادة من التقارنا احنا يعني خلطة من بعض المواد الكبيرية ما تقولش تفاصيل عشان يعني تظل انتوا سجلتوا بالمناسبة سجلتوا الاختراع ده يا دكتور هو دلوقتي احنا بنبدأنا ان احنا نسحق يعني عملنا المنظمة اسمها اللي هي منظمة براءات الاختراع الدولية لكن نسجلتوش هنا في أكاديمية البحث العلمي هو الفكرة من تسجيل في براءات الاختراع الدولية انها معتمدة من دول كتير جد لما بتسجل هنا او في اي دولة حتى لو حتى لو امريكا مثلا بتسجل جواها انت محمي جوا الدولة اللي انت بسجل فيها لكن برا النطاق انت بتحتاج تاخد شهادة فكانت المنظمة اللي هي دي بتوفر انك انت دي منظمة براءات الاختراع العالمية تمام دي هي بتوفر لك انك انت يعني بتديك حماية في كله حماية في حوالي 180 دولة 180 دولة طيب اسكندر كامل طبعا بعد كده اتطورنا اشتغلنا على الابحاث ده ودخل معنا مستثمرين يعني عشان يمعجلونا بفلوس ان فلوس نحن الشخصية اللي كنا متشاغلين بقى الاول فطبعا كانت انتو ده يعني صرفتوا على المادة جدا جدا احنا ضحينا بحاجات كتير عشان نصرف على الموضوع ده ان احنا كنا مامنين بالفكرة يعني ففيه مستثمر دخل معنا ادينا فانت ادينا نشتغل بقى انها بقى حاس تطورنا اكتر جات لنا بقى فكرة ان يعني عادتوا تعملوا تطوروا المادة ديت وتشوفوا بتشتغل على كام نوع مثلا من الفسائل ونعمل عليها تعدالات انها تشتغل على كل منوع الميكرونجانزم اللي موجودة في السوق او اللي موجودة في العالم يعني فطبعا قلنا ان التحليل ده لو طلعناها كمادة كيميائية برضك احنا كده ما قللناش خطر الكونتامانيش اللي هو التلوس الجوي مثلا من الشغال في المعمل فاحنا فكرنا ان احنا نعمل جهاز يقلل الخطوات وكمان يضمن جودة اعلى ده اللي خلنا بدأنا نفكر في الجهاز مش انها مجرد مادة ويستعين بها المعمل لا